هذا المشهد ليس مكبا للنفايات أو مكانا مخصصا لرمي الأوساخ إنما هو نهر الخاص الذي يعد من أهم معالم مدينة كاركوك لكن إحمال المواطن والتقصير الحكومي بتقليص التخصيصات المالية للبلدية جعله بهذا الشكل المزرية بالنسبة للنهر الخاصة هي تعود إلى دائرة الموارد المائية الري لكن تنظيفها قبل ما كانت المبالغ في وضعها الجيد بين آوينة وآوينة عن طريق الحفارات أو عن طريق الآليات المتخصصة نقوم بتنظيفها نهر الخاص الذي يتوسط كاركوك ويقسمها إلى قسمين حيث شيدت عليه خمسة جسور لكن هذا النهر يعاني من فقره للماء الذي يعكس الصورة الحية للنهر وإنما اختصر على جمع المياه الآسنة وفضلات الذبح العشوائية للأسف هناك إهمال بالدرجة الأساس من قبل المواطنين حيث حولوا هذا النهر إلى مكب للنفاية بشكل حقيقة بشع جدا للأسف وأيضا هناك تقصير من الجانب الحكومي نتمنى أن يكون هناك تأهيل لهذا الشارع بشكل يرتقي بتاريخ هذه المدينة وأهمية هذا الشارع لأنه شارع حيوي ويفترض أنه شارع الكورنيش يكون هو متنفس ويتم تأهيله بشكل عملي بحيث تطبق فكرة إعادة المياه لهذا النهر الذي ساهم بأنه يجعل من عنده متنفس راقي ومهم جدا لهذه المدينة مواطنون يطالبون بتأهيل نهر الخاصة وشارع الكورنيش ليكون معلما سياحيا ومتنفسا للعوائل كون النهر مترامي الأطراف على طول المدينة وتبقى آمال المدينة معلقة تتسأل ماذا لو تم العمل على هذا النهر بالصورة الصحيحة ورفضه بالماء حتى وإن كانت بحيرات صناعية ليضيف جمالا للمدينة ويوفر فرص عمل كثيرة للشباب سعدون السلطان قناة التغير كاركوك